السلام عليكم متابعين الغاليين عاملين ايه؟ من الوصفات اللي مش بستغنى عنها ابدا كل فترة كده بعملها بجد ارجع يعني الف الف كده واعمل كده وصفة للفراخ المحشية وارجع لنفس الوصفة دي النهاردة هعمل لكم الفراخ البلد المحشية بالفريك لو لسه ما جربتش الفريك فاتت كتير قوي تعالي كده جرب الوصفة دي وليلي ايه رأيك اول حاجة هنا عندي كباتين فريك حطتهم في مياه مغلية وسبتهم اتنقوا شوية جبت بقى الفرخة البلدي عليها بصلاية مبشورة وطمطمية مبشورة وراشة ملح وراشة فلفل اصدر ودعاكي بقى كده كويس وحاولي تدخلي الخلطة دي او التدبيلة دي في كل حتة في الفرخة يدعاكي كده كويس خطوة مهمة جدا يلا بقى كده على النار حتي معلقة كبيرة سمنة بلدي اول بس كده متسيح وتشمر حتا وضيفي عليها الكبدة والاوانس بتاعة الفراخ شوحيها كويس وخدي حبة من البصل اللي انت كنت عاملة بيه الخلطة حاولي معلقتين كبار مبشورين ضيفي بقى هنا اللي بقى الملح والفلفل الاصمر اللي بي كده كويس يسلام على الريحة ما شاء الله مش عايز اقولك صفي بقى الفريق بتاعك كويس وضيفيه على الكبدة والاوانس بتاعة الفرخة شوحي بقى كده كويس الفريق من الحاجات بجد اللي في الحشوات بتدي طعم رهيب حلو جدا حت هنا بقى طمطميز وغيره مبشورة اللي بي تاني انا مية شاهين لو لسه اول مرة تشوفيني ياريت سبسكراب لي القناة ولايك للفيديو ووليلي في الكومنت ايه رأيك في الوصف هنا بقى حطيت مرق الدجاج بتعزز جدا الطعم يبقى ملح وفلفل اصمر ومرق الدجاج وضيفي بقى حوالي نص كوباية مية يعني نص كمية الفريق وغطيه بقى وزبيه يستوي على نار هدي زي ما انت شاف كده استوى وطلع مفلفل جدا معلش التصوير في اللقطة دي جاب بالطول فمش عارفة ليه بس بجد طلع مفلفل جدا ورحته حلوة جدا هياخد حوالي 10 دقيقة عن نار زي ما قلتلك مش اكتر من كده وهيطلع معاكي طحفة ابدأ بقى احشي الفراخ اهو بحاول ازبط التصوير احشي بقى الفرخ كويس ما تملهاش قوي علشان ما تفكش منك وهاتي بقى خلت سنان واقفلي الفرخة كويس انا هنا خلصت هاتي بقى كده من عند الرقبة وحشي برضو بالفريك انا عاملة هنا فريك زيادة علشان هستخدمه في التقديم انا كده خلاص خلصت تعالي بقى كده الرجلين بتاعة الفرخة الربين مع بعض باستخدام الخيط انا هنا اللي نضف الفرخة ما رعواش ابدا ان هي للحشو يعني عمل فتحة كبيرة جدا بس برضو تصرفنا ما شاء الله اللهم بارك حلوة جدا تعالي بقى هنا في مياه مغلية على النار وحطي فيها الفرخة على طول شايفين بقى البصل والتماطم التدبيلة اللي انتي حطتي فيها الفراخ حطي بقى بصلايا وتماطمايا وضيفي بقى التوابل ورق لورة وحبهان ورشة فلفل اصمر وغطي بقى كده عليها وبعدين اول ما تبدأ تغلي اي ريم بقى على الوش شلي مش عايز اقولك على الريحة بجد طحفة واسيبيها بقى تستبي تعالي بقى هنا في بولة صغيرة حطي معلقة صلصة كبيرة ورشة ملح بسيطة ورشة فلفل اصمر نفس التوابل اللي استخدمتيها بستخدمها برضو علشان ادهم بيها الفرخة اول ما تطلع عشان تديكي لون حلو معلقة كبيرة زيت قليبي بقى الخلطة دي كويس وابدقي بقى اول ما تطلع الفرخة ما شاء الله حطي بقى الخلطة دي كده على الوش كده ادهنيها كويس طبعا هنا بسيب الفراخ بتاعتي تستوي زيادة علشان ولادي بيحبوها مستوية زيادة يا عيني يا سيدي شايفين اللون والطعم خرافة اشتركوا في القناة